موسيقى ناشرة الأخبار المحلية من قناة عدن الفضائية أهلا بكم عقدة الهيئة الإدارية للمجلس المحلي بمحافظة أبيان اجتماعا لها برئاسة محافظة أبيان اللواء الركن أبو بكر حسين سالم بحضور الأمين العام للمجلس المحلي مهدي محمد الحامد ورؤساء اللجان تخصصية ووقف الاجتماع أمام العديد من القضايا المهمة في الصحات والتربية والتعليم وسد حسان حيث تطرق الاجتماع إلى تجاوز المعوقات وحل إشكالات الطريق للسد والمساكل التي كانت في حوض السد كما تم الوقوف إلى إشكالات الأراضي الزراعية في حوض السد ومحيطه والاتفاق على ألية عمل وضحها المحافظ للهيئة الإدارية ليتم على ضوئها معالجة الإشكالات فيما يخص الأراضي الزراعية وتجاوز هذا الملف كما وقفت الهيئة الإدارية أمام تقرير مقدم من مدير المساحة الجيولوجية في المحافظة المهندس جلال الميسري حول أوضاع المحاجر والتعديين والوضع القائم للمحاجر وما يتخلل من حالات استنزاف جائر لهذه التروة في بطون الجبال والأودية وقد تم اتخاذ عدد من الإجراءات التي تحافظ عليها ووضع حدا لبعض العشوائية والفساد الذي يشوب قطاع المحاجر والتعديين والأحجار الكريمة حيث أقرت الهيئة الإدارية بمنع أي نشاط في مجال المحاجر والتعديين ما لم تكن هناك مواقف واتفاقية مع السلطة المحلية في المحافظة وأنما دون ذلك يعد مخالفة قانونية الجدير ذكره أن محافظة أبيان تصخر بالذروات في مجال المحاجر والتعديين والأحجار الكريمة دشنا محافظة محافظة حضر موت مبخوط مبارك بالماضي بالمكلة بحضور الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة المهرة سالم عبدالله نيمر فعلية ورشة العمل حول تعزيز التنسيق والتعاون المشترك بين السلطتين المحليتين بحضر موت والمهرة الورشة التي نظمها منتدى التنمية السياسية ومؤسسة برغهوف تهدف إلى تغزيز التعاون المشترك بين السلطات المحلية ورفع فعليتها لتجاوز التحديات الحالية وبحث فرص تحسين الخدمات واتخاذ تدابير تعزيز الاستقرار وتطوير أليات العمل لزيادة فعالية التعاون المشترك بين السلطات المحلية بهدف وضع مقترحات من الواقع تجاوز تحديات المرحلة وصولا نحو تحقيق أهداف الحكم المحلي وأكد محافظة حضر موت بن ماضي أهمية تعزيز التعاون وتنسيق للرقيب القطاعات الخدمية بغية انتشال واقعنا الحالية مرحبا بالمشاركين في الورشة من محافظة المهرة مؤكدا أن حضر موت والمهرة صنوان منذ أمد التاريخ من جانبها كد الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة المهرة نيمر ترحيب السلطة المحلية بالمهرة بتعزيز جوانب التعاون المشترك وتبادل الخبرات مع السلطة المحلية بحضر موت في سياق العلاقات المتميزة بين المحافظين بين المحافظتين شاكرا مواقف حضر موت بمختلف قطاعاتها مع إخوانهم في المهرة في مختلف المراحل تماشيا مع العلاقات الاجتماعية المتميزة التي تربط أبناء المحافظتين ناق الشامين عام المجلس المحلي بمحافظة عدن بدر معاون سعيد مع رئيس أعضاء فريق الشركة الاستشارية الألمانية برئاسة كيجين بإشراء دراسة التقييم لأغضاع أنظمة وحقول الأبار وشبكتي المياه والصرف الصحي بمدينة عدن والممولة من منظمة الصليب الأحمر الدولي وفي اللقاء أكد معاون وقوف قيادة المحافظة مع الفريق الميداني وتقديم كافة أوجه الدعم وتسهيلات لتنفيذ مهام الفريق بما يضمن نجاح عملية التقييم ووضع المقترحات والمعالجات اللازمة لتحسين أداء مؤسسة المياه والصرف الصحي وبما يعزز من قدرتها على مؤكبة متطلبات السنوات القادمة كما قدم معاون صورة مجزة عن مجمل الأوضاع التي تعيشها العاصمة عدن خصوصا فيما يتعلق بنشاط مؤسسة المياه والصرف الصحي والصعوبات والإشكاليات التي تواجه المؤسسة نتيجة لأثر الحرب وزيادة التدفق السكاني والنازحين على مدينة عدن المياه الجوفية في حقول الأبار والتركيز حاليا على معالجة مشكلة المياه من خلال إنشاء محطة تحلية لمياه البحر في المرحلات القادمة كون عدن مدينة ساحلية مطلة على البحر هذا وقد ناقش اللقاء الترتيبات اللازمة لعمل الفريق الميداني لشركة الاستشارية والجوانب الأمنية والجهات والمواقع التي سيتم النزول إليها وتمكين الفريق من الاطلاع للدراسات والخطط والاستراتيجيات الخاصة بمؤسسة المياه والصرف الصحي بدعم من صندوق تنمية المهارات وبرعاية محافظة محافظة بيان اللواء الركن أبو بكر حسين سالم تم تتشين المرحلة الثانية من الدورات التدريبية للعام عشرين أربع وعشرين في المعهد المهني بالكود وبحضور الأمين العام للمجلس المحلي مهدي الحامد والمدير التنفيذي للصندوق الدكتور عبدالله داغم وتشمل دورات مشال التركيب وصيانة الطاقة الشمسية وصيانة الجوالات والخياطة والتفصيل والكوافار وصناعة الحلويات والمعجنات بهدف تعزيز المهارات الفنية للشباب والشابات وتزويدهم بفرص تعليمية تسهم في تحسين فرصهم بسوق العمل وأعرب الحامد عن تقديره لجهود مكتب التعليم الفني في تطوير قطاع التدريب المياني رغم الصعوبات فيما أكد الدكتور داغم على أهمية هذه البرامج في تعزيز الاقتصاد المحلي ودعم ريادة الأعمال موضحا أن الدورات تستهدف 330 متدربا ومتدربة مما يمكنهم من اكتساب مهارات تؤهلهم لتحقيق الاعتماد الذاتي وبدء مشاريعهم الخاصة استعرض اجتماع اللجنة العليا للتصنيف الوطني للجامعات الذي عقد بالعاصمة المؤقتة عدن برئاسة وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لقطع الشؤون التعليمية الدكتور خالد عمر باسليم سير عمل اللجنة منذ بدء نشاطها والنتائج التي حققتها وتطرق الاجتماع إلى التحديات التي واجهت اللجنة بالإضافة إلى الخطوات التي تم اتخاذها لضمان تحقيق أهداف التصنيف بشكل فعال والحلول المناسبة لتجاوز الصعوبات وانقش الاجتماع لاستعدادات والتنسيق لتدشين عمل اللجان الفرعية في إطار تعزيز العمل الجماعي والمهم والمسؤوليات لكل لجنة فرعية لضمان توزيع العمي والعمل بشكل متوازن وتحقيق الأهداف المرجوة استمع الاجتماع إلى التصور الإعلامي حول ألية نشر نتائج التصنيف وأهمية الشفافية في هذا الجانب مؤكدا على ضرورة توفير معلومات دقيقة وموثوقة للجمهور والجامعات ناقش المكتب التنفيذي لمحافظة مارف اجتماعه الدوري لشهر نوفمبر برئاسة وكيل المحافظة أعلي الفاطمي أعدادا من القضايا الإدارية والخدمية والتنموية وتقرير الانضباط الوظيفي لمختلف وحدات السلطة المحلية خلال شهر أكتوبر الماضي المقدم من قبل مدير عام مكتب الخدمة المدنية سعود اليوسفي وشدد الوكيل الفاطمي على أهمية التزام كافة الوحدات الحكومية بالانضباط الوظيفي والعمل بروح الفريق الواحد ومضاعفة الجهود من أجل خدمة المواطنين وتسهيل الإجراءات وتعزيز حضور مؤسسات الدولة ووجه الوكيل الفاطمي المكاتبة التنفيذية بأعداد الدراسات المتكاملة للمشاريع واحتياجاتهم للعام القادم ورفعها إلى مكتب التخطيط والتعاون الدولي ليقوم بالتنسيق لها ومتابعتها لدى المنظمات والجهة الحكومية هذا وكان المجتمعون قد ناقشوا عددا من القضايا المستشدة والمتعلقة بالوضع المعيشي للمواطنين واتخاذ إزائها عددا من القرارات وتوصيات كما استعرضوا محظر اجتماعهم السابق وأقروا التقى وكيل محافظ محافظة حضراموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء عامر العامري بمدينة سيئون بمستشار شؤون الاقتصادية المبعوث الخاص للأمين العام لأمم المتحدة لليمن أنتوني بيسويل واجر خلال اللقاء الذي حضره مدير مكتب وزارة الخارجية بحضراموت السفير سالم باوزير بحثوا عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك على رأسها الأوضاع الاقتصادية والإنسانية في المحافظة وأفق التعاون المشترك في المجالات التنموية والإغاثية وأكد وكيل المحافظة على أهمية الدور الذي تلعبه الأمم المتحدة في دعم جهود الحكومة اليمنية لتحقيق السلام والاستقرار مشيرا إلى أن مفتاح الحل للأزمة الاقتصادية الخانقة هو إعادة تصدير النفط والغاز وتعزيز الإرادات واستعرض الوكيل العامري جهود السلطات المحلية لتلبية الاحتياجات الخدمية والأساسية للمواطنين في ظل تزايد الضغط على المحافظة نتيجة موجات النزوح في ظل عدم شبه كامل للموارد والإمكانات من جانبه قدم مستشار المبعوث الأممي لمحة عن جهود المبعوث وفريقه لتقريب وجهة النظر بالجهود التي تبدلها السلطة المحلية في حضر موت لتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين والتي أصبحت نموذجا للأمن والاستقرار والتعايش مؤكدا على ضرورة أن تعمل كل الأطراف على إيجاد صيغة مشتركة وجامعة لتحقيق السلام والاستقرار لليمن تفقد وكيل محافظة حضر موت لشؤون مديريات الودي والصحرة عامر العامري مستوى الإنجاز في الأعمال الجارية بمشروع مبنى القاعة الكبرى بجامعة سيئون وتعرف الوكيل من الأمين العام للجامعة مدرك الجابري ومن مدير عام الشؤون الهندسية بديوين رئاسة الجامعة المهندس أحمد سالم إلى أن مشروع القاعة الكبرى الذي يتم تنفيذه بتمويل حكومي بلغت نسبة الإنجاز فيه أكثر من 60% وتتسع لعدد 320 مقعدا مع ملحقاتها وأثناء جولته في موقع المشروع بالحرم الجامعي في منطقة الغرف بمديرية تاريم أكد الوكيل العامري على أهمية مضاعفة الجهود لإنجاز مكونات المشروع بموجب الدراسة الفنية والمواصفات المحددة وفي أسرع وقت ممكن على طريق التحضير لعقد المؤتمر العلمي الدولي الأول الجامعة في فبراير من العام المقبل 2025 من جانبه ثمن الأمين العام للجامعة مدرك الجابري جهد الوكيل العامري لمتابعة واهتمامه بيسير العمل في استكمال ما تبقى من أعمال القاعة الكبرى نظم مركز المرأة للبحث وتدريب الجامعة عدن بشركة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة ورشة عمل حول تمكين النساء في قطاع الرعاية الصحية بمشاركة أربعين مشاركا ومشاركة من المؤسسات الصحية المختلفة بالإضافة إلى عمداء عدد من الكليات ونبواء ونواب العمداء ورؤساء الأقسام العلمية وفي الورشة التي حضرها نواب رئيس الجامعة أكد رئيس جامعة عدن الدكتور الخضر ناصر لصور أن المرأة أن المرأة تلعب دورا محوريا في مختلف المجالات الحياتية ويعد مجال الصحة أحد أهم هذه المجالات ويظهر هذا الدور جليا فيما تقدمه من مساهمات كبيرة وجلية في مختلف في مجال الرعاية الصحية مؤكدا اهتمام الجامعة بهذه الورشة التوعوية والنوعية التي تسعى نحو تمكين المرأة في قيادة العمل الصحي وإعطائها الأولوية في ذلك أملا أن تخرج هذه الورشة ببرنامج عمل مستقبلي وتوصيات قابلة للتطبيق فيما أنضح دكتور سالم الشمحي وكيل وزارة الصحة العامة والسكان في كلمتي أن المرأة هي محور الارتكاز للمجتمع ككل وأن الوزارة تسعى جاهدة لتمكينها وتشجيعها على نقل المعرفة في المجالة الصحية المختلفة والإسهام في إجراء البحوث ودراسة النوع الاجتماعي التي تسهم في تحسين المستوى الصحي وكذلك قدرتها على القيادة بكفاءة على كافة المستويات من جانبها بيانت الدكتورة هودا علي عالوي مدير المركز أن الورشة تهدف إلى إدماج وإشراك النساء وتمكينهن في القطاع الصحي وهي جزء لا يتجزأ لأدوات لا يمكن إهمالها لتحقيق العدالة الإنسانية وتركيز على قضايا أكثر نوعية تسهم في التغيير الإيجابي للمجتمع تفقد رئيس مجلس إدارة صندوق سيانة الطرق الجسر المهندس المعين محمد الماس محطة الوزن المحوري في منطقة العام بمحافظة أبيان برفقة مدير عام الإشراف وضبط الجودة المهندس طفوان فهمي خلال الزيارة طلع الماس على جهد فريق المحطة في امتبعة ومراقبة الحمولات الزائدة للمركبات الثقيلة حيث أشرف على عمليات إنزال بعض الحمولات المخالفة وتفريغها وفقا للقانون المحدود والمحدد وجه الماس طاقم المحطة بتكثيف عمليات المراقبة والتفاعل مع مالكي المركبات مشددا على أهمية تقديم التوعية حول الالتزام بالحمولات المقررة لتجنب المسائل القانونية وقدم فريق المحطة جلال الميسري شرحا حول العمليات التي تم تسجيلها منذ ودئ عمل المحطة والإجراءات المتبعة للتعامل مع الحمولات المخالفة كما قدموا تقريرا عن الحمولات التي جرى إنزالها مؤكدين على استمرارية تنفيذ مهام الصنطوق وتوزيهات قيادته لحماية الطرق وجه مدير عام مديرية المنصورة بالعاصمة المؤقتة عدن أحمد علي الدوودي مكتب الأشغال العام والطرق باستمرار أعمال حبلة ضبط كافة المحال المتخلفة عن سدد رسوم المهن السنوية لمزاولة أعمالهم التجارية في عموم مناطق المديرية جاء ذلك خلال لقائه بموظفي قسم ترخيص المهنة التجارية بمكتب الأشغال العامة والطرق في المدرية وفي اللقاء استمع دوودي من رئيس القسم سعود خالد إلى شرح مفصل عن سير العمل الإداري في القسم الصعوبة التي تعيق من إنجاز أعماله بالشكل المطلوب وأشدد مدير عام المنصورة أحمد الدودي على مضاعفة الجهود في المتابعة المستمرة لجميع المحال التجارية والعمل على تحصيل الإرادات المالية بما ينعكس إيجابا في تنفيذ مشاريع السلطة المحلية في المديرية وأكدا استعداد قيادة السلطة المحلية على توفير الحماية الأمنية اللازمة لنشاط عمل القسم وأهب الدودي بالأخوة ملكية المحال التجارية في مديرية المنصورة في دفع ما عليهم من رسوم قانونية حتى لا تتخذ الإجراءات القانونية بحقهم دعا مدير إدارة التقاعد في محافظة لحج النقيب عارف محمد عوض العمادي المتقاعدين وأسر المتوفين والشهداء لتوجه إلى إدارة التقاعد في مبنى إدارة أمن لحج لتحديث دفاترهم القديمة واستبدالها بدفاتر معاشات حديثة وقال العمادي أن هذا التحديث التزام إدارة أمن لحج بقيادة العميد ناصر شوحطي بتقديم الدعم المتواصل والرعاية الكاملة لهذه الفئات التي قدمت الكثير للوطن وبهذه المناسبة عبر العديد من المتقاعدين وأسر الشهداء عن شكرهم وتقديرهم للعميدة الشوحطية على جهوده الحثيثة في توفير كافة التسهيلات اللازمة وتسهيل إجراءات الاستحقاق المالي والتقاعد دشن مدير مكتب الإطراف الصناعية والعلاج الطبيعي بعد عبدالرب المفلحي بدء تنفيذ مشروع توريد وتركيب منظومة الطاقة الشمسية لمركز الأطراف الصناعية والعلاج الطبيعي ومركز داود الاحتياجات الخاصة في مديريات المنصورة بطاقة 40 كيلو وقت بتمويل من البنك الدولي عبر مكتب الأمم المتحدة لخدمة المشاريع من منظمة اليونبس وخلال التدشين الذي تم فيه تسليم الموقع للجهة المنفذة للمشروع أكد مدير مركز الأطراف الصناعية بعدا على أهمية المشروع الذي سيعزز الخدمات العلاجية للمركزين ويمكنهما من تجاوز معوقات انطفاء الكهرباء المتكررة التي تسبب في إعاقة تقديم الخدمة العلاجية للمرضى معبرا عن شكره وتقديره لقيادة مكتب الصحة بالمحافظة على دعمها المتواصل والمساند للمركز من أجل النهوض والارتقاء بمستوى جودة الخدمة كما طاف الدكتور المفلحي بمعية مسؤول مشاريع منظمة اليونبس بعدا ولحج وأبيان المهندس رمسيس يونس والوفد المرافق له من مختلف أقسام المركز اطلع خلالها على نوعية وجودة الخدمات المقدمة للمترددين على المركز تستبر المؤسسة العامة لتأمينات الاجتماعية فرع تاعز في جهودها لتعزيز الوعي بأهمية التأمينات الاجتماعية لدى أرباب العمل والعمل على توسيع شركائها المزيد من المنشآت التفاصيل في التقرير الذي أعدت الزميلة نعائم خالد تسعى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فرع تاعز إلى توسيع نطاع تغطيتها لتشمل العاملين غير الرسميين في القطاع الخاص والمتعاقدين في القطاع الحكومي يأتي هذا القهد في إطار تعزيز الحماية الاجتماعية وضمان الحقوق العمالية في فرع المؤسسة العامة للتأمينات نقوم بتغطية العاملين في القطاع الخاص في مواجهة مخاطر الحياة الاجتماعية نقوم بالتأمين على جميع العاملين في القطاع الخاص أي أن كان القطاع الخاص الكبير صغير ولدينا عدد كبير للمنشآت الألخابة للقانون أنه نحن نعمل طبعا مفقل القانون لقام 26 سنة 1991 عدد الشركات والمنشآت المسجلة عندها لحد الآن 1250 منشآت تقريبا كوننا في 2020 والفرق طبعا مقسم هنا يعني نحن نغطي المدينة هنا طبعا نحن التأمين الكيميائية مهمة للفرق والسرى والمجتمع يعني الإنسان في كل الأحوال يشتغل أثناء ما يكون لديه القدرة ويحصل على دخل لكن بمجرد فقدر القدرة على العمل يفقد دخله وبالتالي يفقد المصدر رزقه الوحيد اللي هو يعيش عليه وتعيش عليه وسرته ونحن نقوم بهذا الدور نقوم بتفقية هذا القطار اللي هو فقدر الدخل هو وسرته يعني صور انتين هو أنه المؤمن عليه فقد دخله يصبح بلا دخل وهو غير قادر على العمل أكيد بيكون مصيدة الشارع للتسول أو الجور والفقر والحرمان رغم هذه الإنجازات وابهة المؤسسة تحديات كبيرة برزها عدم وعي أرباب العمل بأهمية التأمينات الاجتماعية ونوعية التغطيات المتاحة كثير من أصحاب الأعمال لا يدركون الفوائد المتعددة التي يوفيها التأمين سواء لهم أو للعمال مما يعود جهود المؤسسة في توسيع القاعدة المؤمن عليهم تظهر المنشآت التي قامت بالتأمين على موظفية استحساناً كبيراً للتعامل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تأمينات فرع تعز تعتمد من الشركات الرائدة بالنسبة لنا كشركة شهاب نتعامل معهم تعامل رقي وتعاملهم كذلك معنا تعامل عرقاب المداريك 5500 مستفيد من التأمينات فرع تعز من 1250 منشأة غير حكومية مستفيدة من هذه التأمينات إذن هناك وعي ولابد أن يكون هناك وعي أكبر حتى تكون جميع المؤسسات الغير حكومية مفجلة وأيضاً تعمل على تأمين موظفيها في هذا المكان نعايم خالد لقناة عدن الفضايا تعز دشنا لابين العام للمجلس المحلي بمديرية ردفان محافظة لحج صالح عقيل محسن ومعه مدير مكتب التربية والتعليم بالمديرية الدكتور عاد القاسم البكري ورئيس مؤسسة نسيج للتنمية والعمال الإنسانية الدكتور حافظ قاسم القطيبي مبادرة رفع القدرات العلمية للمعلمين والمعلمات في المواد الدراسية التي تنفذها مؤسسة نسيج للتنمية والعمال الإنسانية بالتنسيق مع مكتب التربية والتعليم بالمديرية وتستهدف عدداً من مدارس المديرية وتهدف المبادرة إلى إكساب المعلمين والمعلمات مهارة تدرسية تساعد في رفع مستوى الطلبة والطالبات وذلك انطلاقاً من المسؤولية المجتمعية التي تؤمن بها المؤسسة في خدمة المجتمع وإدراكا لأهمية التعليم ودوره في التنمية وبناء الإنسان ويبدأ تنفيذ البرنامج في مدرستين كخطوة أولى من جهته شكر أمين عام المجلس المحلي لمديرية مؤسسة نسيج ممثلة برئيس دكتور حافظ القطيبي على دورها البارز في خدمة المجتمع والدور التوعوي الفعال الذي تقوم به ومنها في الارتقاء بالعملية التعليمية تسلم مدير عام مكتب التربية والتعليم بمحافظات الحديدة إبراهيم أجعش ومدير عام مدرية حيس مطهر القضي مدرسة خولة بنت الأزور الأساسية والثانوية للبنات بمدينة حيس ومدرسة أم المؤمنين عائشة الأساسية في منطقة الحائط بريف مدرية حيس بعد استكمال أعمال الصيانة والتأهيل وتضمن المشروع الذي مولته منظمة الأوتشا ونفذته منظمة صناعة النهضة وصيانة وترميم مدرسة خولة وتزويدها بمنطومة طاقة شمسية بالإضافة إلى صيانة وترميم مدرسة أم المؤمنين عائشة وتأثيثها وإنشاء فصلين دراسيين إضافيين وتزويدها بمنطومة طاقة شمسية وخلال الحفلة الذي أقيم بالمناسبة دعا أجعش للمنظمات الدولية إلى توجيه دعمها نحو برامج تنموية تعزز التعليم مع التركيز على استدامة بدلا من الاقتصار على دعم برامج النازحين من جهته شدد القاضي على أهمية تكثيف تدخلات المنظمات المحلية والدولية في قطاع التعليم شيرا إلى حجم الأضرار التي لحقت بهذا القطاع نتيجة الحرب التي شنتها الميليشي الحوثية على الشعب اليمني أكد مدير عام الإدارة العامة لتنمية المرأة بديوان محافظة لحج عيش فرج يسلم على أهمية المشاركة الفعالة لكافة إدارة تنمية المرأة في بعض المكاتب التنفيذية وإدارة المرأة في مرافق العمل في لحج في كافة البرامج والفعالية التي تعتزم الإدارة تنفيذها في خطتها السنوية للعام 2025 وخلال الاجتماع تم مناقشة البرنامج السنوية المتضمن البرنامج التنفيذي لكافة الأنشطة للعام 2025 القادم دعت عيش فرج إلى النزول الميداني لمنظمة المجتمع المدني وتفعيل الأنشطة في المدارس التعليمية مشيرة إلى أن أنشطة العام القادم تهدف إلى تدريب وتأهيل الفتيات والمرأة ليكونن قادرات على الإدارة وحسن تدابير ومواجهة التحديات بأفضل وسائل الممكنة لتمكينهن من خلال دعم هذا الملف الاجتماعي النوعي الحيوي بجميع مديريات المحافظة وفي ختام الاجتماع الذي حضره مدير دائرة تنمية المرأة في مديرية توبن نعمة يحيى سعيد الدولة ومدير إدارة السياسات والتخطيط والمشاريع لتنمية المرأة في ديوان محافظة لحج فضل رشاد البان تم إقرار الخطة السنوية للعمل بها وفقا لما حددته من أنشطة خلال العام القادم 2025 بمحافظة لحج وفق الاجتماع الفني لتجمع شبوى الكروي الذي نعقد برأسة مدير عام مكتب الشباب والرياضة وبحضور رؤساء مدربي الأندية الرياضية المجاركة في التجمع على إقرار موعد انطلاق التصفيات المقرر تدشينها غدا الخميس بموذرة الافتتاح التي ستجمع شباب مرخى من شبوى وسيحوت المهرة عقب إجراء القرعة العامة للتجمع الذي يشارك فيه ستة أندية من محافظة شبوى وحضر موت والمهرة ومأرب وأبيان انتهت نشاراتنا الإخبارية لهذا المساء نراكم في نشارات الإخبارية القادمة إلى الملتقى اشتركوا في القناة